من أخبار النادي الأهلي إلى أخبار نادي الزمالك وكانتكلمنا مع ضيوفنا أنا كنت موجود معكم من الحد الأربع وتكلمنا عن نادي الزمالك وأخبار نادي الزمالك وأن معتب الجمال هو رجل المرحلة الحالية لكن هناك تفكير في بعض المدربين قالوا بسيرو قالوا باب رادلي قالوا بعض الأسامي المطروحة على طاولة المفاوضات كل ده برضو كان كلام حتى الآن وعلى أرض الواقع ليس هناك أي ارتباط أو أي كلام على أن هناك مدير فني قادم لنادي الزمالك هناك حالة من التريس هناك حالة من الهدوء لأن احنا داخلين بعد كده على معسكر منتخبنا الوطني وكأس الأمم الأفريقية عشرين أربعة وعشرين بكون دفوار وبالتالي بقى فيه وقت وفيه أريحية أنك تختار بعناية لأن نادي الزمالك في آخر كم مرة كده جاله كان مدير فني وبعد كده بيمشوا بالمشاكل أو الأمور مش ماشية يعني أزوريو والأمور والرؤية الفنية وطريقة اللعب اللعب بيها ووقف القيد وأمور كبيرة جدا بالنسبة لنادي الزمالك الأهم الآن لنادي الزمالك هو فق القيد في فترة انتقالات الشتوية دي بداية تسحيح المصار مع مجلس إدارة منتخب من جمعية عمومية محترمة ومجلس إدارة طوافقي جاء القائمة كلها فازت وبالتالي هيفكروا على أرض الواقع إنه معتمل جمال كان راجل كان شغال مع الكابتن شاوئي غريب وقبل كده كان مع كابتن شاوئي غريب في منطبع منتخب الأولمبي وفازه بالبطولة وراحوا كاس راحوا الأولمبياد توكيو وبعد كده رجع مع الكابتن شاوئي بدأ معاه موسم ونص تقريبا أو موسم ورابع تقريبا مع نادي المخال العرب والآن مع نادي زمالك اللي معاه وماشى ممكن يعبر بيها حتى الانتقالات الشتوية أو على أقل تقدير أنك أنت ممكن تكمل بيها حتى مدير فني جديد لنادي زمالك ويكون أيضا مع الكابتن مع التمت جمال كابتن أحمد سليمان المشفى العام على الكرة ودي الصورة ومعنا في الصورة عاقد جلسة معه طبعا الجهاز الفني في حضور عبا حد السيد طبعا مديره الكرة واتكلم كابتن أحمد عن أهمية المرحلة القادمة ومطالبتهم طبعا وتحفيسهم ببزل أقصى جهد لتحقيق الفوز في المبارات الأفريقية المقبلة طبعا كمان في مصطفى شلبي والرجل بيتأهل وبيقدي تدريبات تأهلية واحد من نجوم المميزين وينجر مميز جدا وصنع علعاب مميز وهدف مميز واحد من الصفقات فعلا اللي نادي زمالك قدر في الفترة الأخيرة يستفيد منها مصطفى شلبي لعب واعد وان شاء الله ممكن نشوفه في منتخب مصر حتى لو بعد كأس الأمم الأفريقية اللي جاية لأن المسافة أو الفترة اللي جاية فترة يعني ديقة وزي ما قال الكابتن ديان برح معنا وزي ما قال قبل كده في دوفنا كانوا موجودين معنا طبعا محللين ومنتدى إن قوام المنتخب في الفترة اللي جاية هو تقريبا تسعين في المية أو خمسة تسعين في المية من ناس الموجودين في القايمة في الفترة الأخيرة كمان محمود علاء والوينش وعبدالله جمع برضو بيؤدي بعض التدريبات التأهلية ونتمنى نتمنى بطبعا الوينش إنه يبقى موجود ويرجع تاني ويبقى متواجد هو وحجازي ومحمد عبد الملعم فلسوف المتخبن الوطني لو الوقت أصعفه وإدري يقفع رجله ويبقى جاهز جاهزيه كاملة لإن كالكس الأمم الأفريقية مباريات غير اللي شوفناها قبل كده سواء في التصفيات الأفريقية أو التصفيات المؤهلة الأفريقية المؤهلة للكس العالم 20-20 كنددا والمكسيك وأمريكا أو بعض المباريات الودية زي اللي شوفناها قبل كده زي زنبيا وطبعا الجزائر إزا مالك أفريقيا في الكونفترالي الأفريقية هو فيوتشر بيشاركه في الكونفترالي الأفريقية والأهلي وطبعا بيراميز بيشاركوا في دور الأبطال الزمالك بيخصص خمسين حافلة لنقل الجماهير للأسكندرية لأن طبعا الزمالك دايما بيلعب على أستاذ القاهرة لكن طبعا للشغل على أرض وتجهيز أرض أستاذ القاهرة هيلعبه في برج العرب قصص نادي الزمالك خمسين حافلة لنقل الجماهير طبعا نادي الزمالك برئاسة طبعا الكابتن حسين دبيب جهز كل الحاجات دين لمباراة أبو سليم الليبي في افتتاح مشوار المجموعات بالكونفدرية الأفريقية ومقرر أن طبعا الجماهير طبعا هتتجمع الساعة 10 صباحا ثم يتوجهوا إلى استاذ برج العرب وكل ده دخول من خلال الفان اي دي والأمور المنظمة دايما للمباريات في الفترة الأخيرة وبتنظيم الشرحة الأفريقية ومع الأمن مصري طبعا في كل المباريات وفي كل الإيفنتات وفي كل الفعاليات الرياضية الموجودة